السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله في هذا الموضوع بمشيئة الله تعالى سوف نقدم لكم أهمى الفواضة الصحية لتناول ماء الليمون فماء الليمون يعمل على انقوص الوزن ويعالج مشكلة الامسك ومفيد جدا للهضمة أحبابي في الله في هذا الموضوع سوف نقدم لكم أهمى الفواضة الصحية لتناول الليمون فإذا نال هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمنشئة الله تعالى السلام عليكم هل تعلم ماذا يحدث في الجسم عند تناول مشروب الليمون صيدلية من الفوض الصحية لتناول هذا المشروب الماء والليمون تعتبر الماء من أهم السوائل التي يجب على الإنسان أن يشربها باستمرار لما له من فوض كبيرة لجسم الإنسان ويلجأ العديد من الناس إلى إضافة عصر الليمون إلى الماء عند شربه مما يزيد من الفوض التي يحصلون عليها من شراب الماء وحده وفي هذا الفيديو سوف نتحدث عن الفوض الصحية لتناول شراب الليمون مع الماء بالإضافة إلى كيفية تحضير هذا الشراب أولا فوائد الماء والليمون من المعروف عند أغلب الناس أن شرب الماء والليمون معا يفيد في التخصيص وفقدان الوزن بصورة أكبر ومنحوظة وذلك لأن لليمون دورا في قطع الشهية ومنح الشعور بالشبع كما يساهم في التخلص من الدون والشحوم المتراكمة خاصة إذا تم تناول هذا الشراب في الصباح البكر على معدة فارغة ويعتبر هذا المشروع من أكثر الطرق الأهمنة في التخصيص كونه لا يمتلك أثر جانبية سلبية وله العديد من الفوض الصحية الأخرى أولا تحسين عملية الهضم وتخفيف السمو الموجودة في الجهاز الهضمي وتقليل تقرحات المعدة ثانيا علاج الإمساكة بشكل فوري وذلك عن طريق إمداد البروز الجاف بالكمية اللازمة من الماء ثالثا تقوية الجهاز المنعية وبالتالي محاربة نزلة البردة والإنفلونزا وزير قدرة الجسم على إمتصاص الحديد الموجودة في الأغذية لإحتواء الليمون على أفيتامين سية رابعا ترطيب الجسم حيث أن الجسم يحتاج لكمية كبيرة من الماء خامسا زيادة الطاقة ونشوط الجسم وبالتالي تحسين المزاجة وتهدأة الجهاز العصبية سادسا منع الشيخوخة المبكرة والحفاظ على بشرة مرنة وخلي من التجعيد والخطوط سابعا تقليل حدوث التهبات المفاصل من خلال حمضة اليوريكا موجودة في الليمون ثامنا تنظيف الجسم من السموم والجراثيم حيث يزيد الليمون من ضرور البول وبالتالي الحفاظ على المسالك البولية من السموم تاسعا تحفيز الكبد على إنتاج الإنزيمات والقيم بمهامه بكفاءة أكبر عشرا المساهمة في زيادة انتعيش النفس والتقليل البكترية الموجودة في الفم وبالتالي تخفيف آلم الأسنين 11 تحسين مهم الدماغ نظرا لإحتواء الليمون على البوتاسيوم والمغنيسيوم 12 محاربة الإضطرابات وحالة الاكتئاب والتوتر 13 تقليل الإصابة بأنواع الصراطين المختلفة 14 تنظيم ضغط الدم وتقليل الشعور بالغثين من خلال البوتاسيوم الموجودة في الماء والليمون 15 تنقية الدم من بعض الأمراض مثل مرض الكوليرا والملاريا 16 علاج الجروح وزيرة مرونة العظامة ثانيا وصف الشراب الماء والليمون يمكن تناول شراب الماء والليمون عن طرق وضع ملعقتين من عصير الليمون الطازج وملعقتين من عصير القيقب مع نصف لتر من الماء والقليل من الفلفل الأحمر في إناء كبير ومجل مكونات جيدا وأشربه مرة واحدة كل ساعتين مع إمكانية اتباع حمية غذائية معينة متابعين الكروم إذا نال هذا الفيديو على إعجابكم فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل يقونة الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر